ليس جديدا تحطم طائرات مدنية لكن أبعاد سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء لم تتوقف عند ذلك ترجيح فرضية انفجار قنبلة على متن الطائرة حمل قبل تأكيده تداعيات وخيمة على السياحة المصرية والاقتصاد المصري ككل فقد أوعزت عواصم أوروبية عدى إلى رعاياها بتجنب السفر إلى شرم الشيخ وأمرت روسيا بتعليق جميع رحلات الطيران المدني الروسي باتجاه مصر وبدأت بإعادة المواطنين الروس من شرم الشيخ رد الفعل الأقوى جاء من بريطانيا التي أجلت عشرين ألفا من مواطنيها جنوب سيناء كما قالت الحكومة البريطانية أن طائرة ركاب بريطانية نجت في الثالث والعشرين من أغسطس الماضي من صاروخ مر قريبا منها أثناء تحليقها فوق شرم الشيخ في حدث غير متعمد غير أن السلطات المصرية أكدت أن ما حصل بالفعل هو أطلق صاروخ أرض أرض أثناء تدريبات عسكرية بعدما تم أبلاغ شركات الطيران مسبقا بالتدريب العسكري لجنة التحقيق المصرية لم تستبعد أي سيناريو فيما يتعلق بأسباب الكائثة وأكدت أنه سمع صوت ضوضاء في الثانية الأخيرة من تسجيل الطائرة الروسية قبل سقوطها لكن الغموض يزداد مع التقارير الاستخباراتية الغربية خاصة الأمريكية والبريطانية منها التي تشير إلى رصد اتصالات بين تنظيم داعش في الرقة وجماعات متشددة في سيناء بعيد حصول الحادث كما قال مسؤول أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية إنه ملتقط حديثا بين متشددين وحكومة دولة أجنبية لم يسموها تنبئ باحتمال تخبئة قنبلة في مخزن الأمتعة في الطائرة من دون الكشف عن هوية هذه الدولة ولم يتضح إذا كان تم الكشف عن اسم تلك الدولة حتى لطرفي الأزمة الأساسيين مصر وروسيا لكن ما عبرت عنه القاهرة من انزعاج جراء عدم مشاركة المعلومات الاستخباراتية وعدم التعاون الكافي من بعض الدول بشأن مواقفها عقب الحادث يثير علامات استفهام عدة جديدة بشأن الحادث والاستغلال السياسي له من قبل بعض الأطراف خاصة تلك التي سارعت إلى تقديم سيناريوهات لسقوط الطائرة حوادث تحطم طائرات من فجار قنبلة على متنها ليست غير مسبوقة فقد وقعت كوارث مماثلة من بينها حادثة لوكربي عام 1988 وقبلها حادثة الطائرة الكورية عام 1987 والتي انفجرت بطريقة نفسها في طريقها من بغداد إلى سيول والطائرة الهندية التي انفجرت فوق إرلندا عام 1985 لكن حادثة طائرة الروسية ورغم عدم تأكيد أسبابه أخذ أبعاد أكبر من كونه كارثة طيران ترجمة نانسي قنقر